مشاهدينا في كل مكان في الوطن العربي في مصر الحبيبة أمنا أهلا بكم في برنامجكم للموسم الثاني والحلقات البرنامج مصر الآن برنامجنا متنوع بيلمي بكل الأحداث اللي بتحصل في الوطن العربي وفي مصر على الأخص وهنعالج فيه خطوة بخطوة كل مشاكل الشارع هنتكلم فيه عن كل موضوع كل حدث بيحصل جديد في الشارع وهيكون معانا نخبة من السادة الأفاضل من اللوايات المحترقين العلماء الاقتصاديين تجاريين كل حدث بالخبير بتاعهم الناس اللي تقدر تحلل لنا الوضع وتحلل لنا الموضوع وتقدر تقول لنا كل شيء بوضع الناس اللي تقدر تقول لنا ايه حقيقة الوضع معانا النهاردة سادة اللواء مصطفى سعد عباية سادة اللواء من الشرقية شرقه والأصل ومقيم في القاهرة حاصل على باكريليوس لعلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 83 وحاصل على باكريليوس لتجارة إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 85 وحاصل على الدكتوراه الفاخرية من أكاديمية كومبورن عام 2015 ودورة الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية عام 2016 ودورة إعداد القادة بدرجة المجيل العام ودورة مدربة ثقافات الحياة والتنمية البشرية وأفضل شخصية في الشرق الأوسط في العمل والابتكار وحاصل على الدورة العسكرية والأمنية الإلزامية والتأهيلية أثناء الخدمة بالقوات المسلحة والعديد من الدورات التدريبية بالحياة المدنية ملحق عسكري لدولة لبنان عام 2001 سابق لو العمل في الحياة المدنية وأخرها قبل الانتقال إلى وصارة التنمية المحلية رئيسة لمدينة هاهيا مدينة مينيا الأمح ورئيس حي الشرابي عمل رئيسا لقطاع الأمن بمطاحن جنوب القاهرة وعمل رئيسا لملكة زماندينة هيا ثم رئيسا لملكة زماندينة من الأمن سيادة اللواء مرحب بيك أهلا بيك وآآ بنقول لك شرفتنا شرفتنا نورت السادة المشاهدين كل سنة وحارتك طيب وكل مصر طيب وخير وبسعادة طبعا بمناسبة أعياد أكتوبر ساعتك طبعا من أول الناس بس إن إحنا نعنيك ونبريك لك بأعياد أكتوبر كل سنة ومصر كلها طيبة تحية لشهدائنا كلهم ساعت اللواء عايزين نتكلم باستفادة عن إنجازات الرئيس ونشوف مع بعض الأول فيديو لإنجازات السيد الرئيس وحارتك تعقب لنا عليه وتقول لنا إيه إيه اللي إحنا كنا فيه بقينا فين تمام ماشي فاندم تمام المنظر ده وشوف المنظر اتقلب إزاي لأ أنا عاشرته أنا عاشرته وأزلنا هكلم حضرتك 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 الشرابية فيها كان فيها حكرين ضمن الخطة السنوية لإزالة المناطق العشوائية وانتقال الناس اللي موجودين بيها إلى المساكن الجديدة المخصصة لهم بعد إزالة الحكر الأولاني وهو حكر السكاكيني القديم نسبة الجريمة قلت بما يقرب من 35% لأربعين في المية في منطقة الشرابية يعني فعلا العشوائيات بتشجع على الجريمة بتشجع بنسبة 100% 100% نعم مظبوط بتختلف تماما مظبوط ولما تزال الحكر التاني يعني هو دلوقتي في مرحلة قياس الجريمة قلت قد إيه وانا واصق طبعا إن هي قلت وصلت لغاية 60-70% فيه بسبب إزالة هذه المنطقتها المناطق العشوائية زي ما إحنا اللي هي لحضرتك بتشوفها دي زي ما إحنا بنشوفها في الأفلام بالزبط يمكن في الأفلام كمان اللي كان بيجيبها اللي كان بيتيجي بقى زي اه أفلام أحمد الساقة وقفلام أحمد رمضان اه بالزبط لا أقل من الحقيقة بالزبط يعني إحنا لما كنا بنخش بنعاين بقى وبنشوف قبل تنفيذ الإزالة فعليا كانت المناطق يعني غير قادمية بالكامل خالص تمام طيب الناس دي الدولة عملت معهم إيه الناس دي بتزيل المنطقة بالكامل بيجي المواطن بعد عملية حصر دقيق ليه الأماكن اللي موجودة العشوائية بصرف النظر بقى إن بيحصل مشاكل بعديها بيحصل إن في حد مش موجود في الحصر في حد عايز يضف للحصر بتبقى أخطاء كمان المواطنين كمان يعني أنا ممكن هقول له حالتك بعديها المواطن بيجي بشنطة هدومه وأنا فيه حتى ديته ديت للمعد صور وهم رجبين الأوتوبيسات بيطلع بشنطة هدومه بس بيركز الأوتوبيس الأوتوبيس بيتوفره المحافظة لغاية هناك بيوصل هناك بيستلم الشقة الشقة فيها كل حاجة يعني هو بيستلم الشقة نوم وامتريه وبتجاز غسالة وتلاجة كل ده الدولة هيا اللي بتوفرها كل ده الدولة هيا اللي بتوفرها هو موفرها له تماما تماما بينتقل إلى حياة يعني حتى أنا لما كنت بطلع معهم أنا كل مجموعة وكنت بسلمهم كنت باستحلفهم وبترجاهم إن هم أنتوا هتشوفوا الأماكن وجرانكم قالوا لكم اللي استلموا قبل منكم هتشوفوا الأماكن أنا باستحلفكم حافظوا عليها حافظوا عليها حافظوا عليها حافظوا عليها مش ليه كل أولادكم الزبط فحياة تانية خالص وانتقال لحياة جديدة خالص دي من أهم الإنجازات اللي هي اللي أنا باعتبارها فعلا تطوير العشوائيات وإحنا عندنا في مصر عشوائيات كتيرا جدا وماشية ضمن خطة برضو الناس طبعا اللي هتقعد تهاجم وحتقول لأ إحنا لأ إنت مثلا يعني بتلاقي مثلا حد ما كانش موجود ساعة الحصر وبعد شهر حصر أولاني وحصر تاني وحصر تالت وهم مش موجودين بيتقدم تظلم وشغلة بقى المباحث المرافق مع شغلة حي يأكدوا أنه هو موجود ست دواء هو برضو من ضمن الإنجازات اللي بنعدها برا موجودة على أرض الواقع بالفعل هو موضوع الجاس في مصر تمام مصر تحولت لمركز إقليمي في تصدير الجاس هو يعني قبل مصر ما تتحول هو من نعم ربنا علينا إن إحنا ربنا بعت لنا حقول الغاز في البحر المتوسط دي نقلتنا نقل حضرية كبيرة جدا وطبع مؤسسة الرئاسة ومتمثلة في السيد الرئيس عفتاح السيسي استغل هذه المنحة الربانية لنا استغلها تماما وينصق بقى سياسيا ودوليا وأصبحت مصر من الدول الرئيسية في إنتاج الغاز قناة السويس في الامتداء بتاع قناة السويس والتجديد اللي تم في قناة السويس يخلي مصر مرجحة في مركز تجاري عالمي كبير الكلام ده صح؟ الكلام ده صح بنسبة مليون في المية طبعا إحنا ما محدش بدليل دقاء بدليل المناطق اللي جستية اللي بتتعامل في بورسعيد واللي بتتعامل في العين السخنة واللي بتتعامل على طول الخط هي بس المشكلة اللي عندنا إن الناس مستعجلة مستعجلة الناتج بتاحها الناتج بتاحها ما بيطلعش في يوم وليلة ما بيطلعش في شهر وشهرين أصلا المناطق اللي جستية دي بتتعامل في مدة طويلة فالناتج بتاحها هيعود مستقبلا وحيبان قد إيه زي قناة السويس لما كانت لوحدها الأول كانت عاملة إزاي وهي اللي نقلت مصر وهي أصبحت من المصادر من مصادر الدخل القومي المصري فما بالبقى إحنا عندنا الحمد لله قناتين إن شاء الله يعني بنرجو ونأمل من الله إن الناتج القومي للدخل القومي من قناة السويس ينقل مصر نقلة كبيرة جدا إن شاء الله بأمر الله إن شاء الله بالنسبة للبنمج تكافر وكرامة اللي أطلقه السيد الرئيسة عفتاح السيسي إزاي قدر يضمن للمواطن الأمن والأمين من الإنجازات اللي تحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو برنامج تكافر وكرامة أي أن كانت السلبيات والإيجابيات اللي موجودة فيه سواء طبعا إحنا هنا إحنا حدثتك قلت إن إحنا بننقل بمصدقية وشفافية صحيح الحكومة هتعمل إيه أكتر من إن هي بتنزل وبتتحرى وبتجيب الناس المستحقين لكن بيظهر في النص ناس ما بيقاش مستحقة ده برضو ده دور المواطن إن هو يساعد الحكومة يساعد الجهات اللي مسؤولة عن تكافر وكرامة وبعدين تكافر وكرامة داية ما هواش واحد قاعد بيخطط دي لجنة بتبقى في الحي أو بتبقى موجودة في مجلس المدينة وبتنعقد كل شهر وبتدرس الموضوعات كلها حتى إن حصل أي ضرب فيها بعد كده بيرجع يا تلافها بعد كده ولكن فعلا نقلت نقلت المواطن اللي تعبان قوي نقلته خطوتين تلاتة لقدام يعني كرئيس مدينة لما كنت بانزل وشوف مثلا البايعين المتجولين اللي هم التعبانين الغلابة وقولوا ما أنت الدولة بتديك الحمد لله بس عايزين نزودها شوية عايزين عايزين نزودها شوية يعني أنا لو عارف كنت جبتلك فيديوهات وأنا بتكلم مع الناس فيهم فعلا الناس فرحانة بيها قوي يكفي إنه هو كل أول شهر قاعد عارف إنه جايله من الدولة فلوس لهو شهرين وده هتلاقينا اتحطينا على خطوط الدول المتقدمة الناس اللي تعرف إن الدول الأوروبية العاطل له مرتب مزبوط بس هي دي حاجة على قد إحنا على قد إمكانياتنا كدولة بنتدي يعني كويس إنه إحنا بنقدر نتحرك وطبعا إحنا شفنا حتى الناس اللي هي ساعة آآ كورونا والحاجات دي الدولة عملت إديت كل واحد مبلغ بالنسبة لموضوع كورونا ساتة اللي هو أنا عايز أقول لحرك حاجة إحنا يعني قد يكون الدولة الأولى في العالم اللي إحنا وصلنا النهاردة لـ 68 النهاردة كان عدد الإصابات الإيجابية النهاردة 68 60 تمام كنا وصلنا للألف الناس اللي هي وصلت الأولوفات قبل كده فاعدت الأولوفات ويعني يعني كان فيه أولاية في الهند وصلت تسعين ألف في اليوم تسعين ألف آآ العايز أعرف إزاي حركت الدولة يعني إحنا كان عندنا برضو الأستاذة الأفاضي الإعلاميين المحترمين اللي عايشين في تركيا وعايشين بره كان معتز مطر ده بيعيط يقولك ده الناس وقفة على في العرباب المستشفيات مش تلاقي مكان والناس مش عارف إيه والدنيا النهاردة إحنا الدولة الدولة الوحيدة اللي وصلنا لعدد تمانية وستين حالة بل بالعكس الناس وصلت للفاتر إزاي الدولة إدري لا أنا أنا هكون أمين معك تماما جدا في هذه لأن أنا أنا كنت رئيس حي وكنت منفذ لتعليمات الدولة لمكافحة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ليه آآ أولا كل المواطنين بدون استثناء تماما كل المواطنين بدون استثناء كانوا بيتعاونوا في تنفيذ الإجراءات تماما لكن هناك بعض الإجراءات السلبية من المواطنين ودي وردة تماما يعني مش هنقول كل هيكون ملتزم ملتزم لا لا طبعا يعني إحنا مثلا ما كنا بننزل آآ نرش الشوارع الرش الشوارع ده بتلاقي الشباب مشترك فيه بتلاقي الأعضاء مجلس النواب كل واحد جايب العربيات الحي حضرتك أنا آآ أنا كآمين آآ يعني راجل بشارك في العمل العام في أكتوبر من في مدينة أكتوبر وفي العمل المدني في الشارع كنا فعلا بنو كاراتين مية وبناخد آآ الينسون والحاجات العشاب ونوديها المستشفيات وكنا بنشارك بناخد الرش والمش لا ده أنا هقول لحضرتك إحنا أنا نزلت مع مجموعة شباب ومجموعة آآ يعني مجموعة فاضلة كده وقالوا إحنا هننزل نطهر في الزاوية الحامرة لقينا وإحنا بنتطهر فعلا بالأجهزة اليدوية بتاعتنا في الشوارع والمحلات لقينا الناس تانية انضمت علينا ما نعرفهمش مزبوط ده مزبوط جايبين شنط وجايبين كاراتين وبينزلوا بيحطوا للناس الكولور والمطهرات في قلب السبت وفي قلب الشبابيك يعني إذا الناس كلها هي دي مصر هي دي مصر دي الحقيقة هي دي مصر دي الحقيقة مش 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 مازمت لازم تلاقي كل واقف جنب بعض لكن هي المشكلة بقى في إيه المشكلة في العناصر يقول لك يعني هو الرش ده هو اللي هيعمل على قل إجراء احترازي بزبط على قل إجراءات احترازية بيتلاقي اللي مثلا إيه اللي هو يقول لك يعني أنا لقيت مثلا كنت بمر وفي المحلات المفروض كلها مقفولة وكان يوم جمع والمحلات كلها مقفولة ولقيت محل فاتح الصبح بدري وفي شاب قافل على نفسه كده بس فاتح بس فضل فبس قاله محل حلاق بس قاله بقوله انت فاتح ليه انت مش عارف ان ده مخالف شاب صغير يعني ومحله صغير فقال لي أنا ما عنديش فلوس في البيت وعيش تادي والنهاردة الجمعة ومفيش ولا مالين في البيت فانا بقيت حيران يعني ما بين تنفيذ الإجراءات الاحترازية وما بين تنفيذ الزبط الإجراءات بتاعة الدولة ان الغلق يعني غلق طبعا يعني خلت وقفل بروح القانون قلت له يعني انت كمان ما معاكش فلوس ولو عملنا لك محضر دلوقتي مش عارفت فعلا هتعمل ايه ايه في الوقت في البيت وربنا هيسهلها وان شاء الله وتعالف موعيد الايه الشغل يعني حضرتك كنت بتنزل كرئيس مجلس مدينة ورئيس مجلس مدينة بتنزل الشارع بنفسك يوميا يوميا اللي انا ما قدت له الشرائط انا اللي كنتو رشي بنفسي كمان هم لما حيلائي المواطن لما بيلاقي المسؤول بنفسه بينفز بزبوط هتليه هو كمان بينفز سادة اللي هو اه فاروس كورونا ازا يعني يقدر على مسيرة الساد رئيس في الدمان باشيارية عمل حاجة قصر معانا كتير لا مش فهم سؤالك موضوع من الافاروس كورونا من اول وقددل ايه هل قدر انه هو يعطل مصيرة الرئيس ايه رئيس في حاجة لا هو مش يعطل مصيرة سيدة الرئيس في حاجة لكن هو قهكر العمل واحنا ماشيين ومش عندنا في مصر بس ده في كل دول العالم يعني ما هو قفل المصانع وقفل البيوت وقفل المحلات ما هو ده بيقصر اقتصاديا على الدولة كلها ومقصر اقتصاديا على كل دول العالم لكن سيدة الرئيس طبعا ومؤسسة الرئاسة ماشي في الخطة بتاعتها بما لا تتخطى الإجراءات الاحترازية دكتور مصطفى يعني حضرتك شايف ان احنا فعلا كلا ماشيين في الدريق صريح الدريق صريح تنام والله احنا يعني احنا احنا انا هقول لك حالتك حاجة برضو احنا اتفقنا ان احنا هنكون صراحة لما بتوقع تتكلم مع المواطنين بعيدا عن اي حاجة بقى بنتكلم معهم سياسيين بنتكلم معهم احزاب المواطنين بتلاقي المواطن انت بتقوله احنا عاملين مثلا محطة صرف صحي متكلفة كزا مليون احنا عاملين مشروع متكلف تريليون جنيه هو عاوز المواطن عاوز الحاجة اللي يلمسها بقى دي هو شايف محطة مش عارف انا الملايين دي فين انا عايز الحاجات الصغيرة لكن هو مطلوب من الدولة ان هي لازم نحسف المواطن بالانجازات احنا عملنا لك كبري وعملنا محطة مية وعملنا 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 وفي نفس الوقت احنا ماشيين بالتوازي بالحاجة اللي تحسسك باللي احنا عملناه ومعادلة صعبة معادلة صحية صعبة يعني معادلة مية السهلة يعني يكون ان انا اقنعه ان انا موارد الدولة كلها رايحة في محطة الصرف الصحي ورايحة ده بالنسبة للقرى وبالنسبة للمدن الريفية والمحافظات ما تيجي تقوله انا بعمل محطة الصرف الصحي اتصرف عليها كزا مليون جنيه انا مليش جعوى انا عايز الاكل والشرب والمحلات بتاعتي والمواصلات وما يبقاش فيه توك توك فلازم يكون فيه اجراءات تحسس المواطن ان احنا ماشيين في الخط الصح وان احنا ماشيين فيه البكرة والبعد بكرة سيادة معانة اتصال تليفوني من الاخ عبدالله من الشرعية اتفضل اهلا بيك عزيزة عبدالله اهلا بيك بقولك حضر لك كسروا ديارة بيسال بيطفل ديارة بياندة كسروا للوقت ان الشوارع بغيت حاملة غاية بيكون جناية تمام تمام حضر لك لا التكسير ده فين حضر لك والعلمات ما عادش بتعرف العلمات تنزلت الغرس فيه لا التكسير ده فين حضر لك التكسير ده فين لو ما اضطرت الدنيا يا باشا مش هنعرف كم يمشي لا التكسير ده فين عشان انا هرد على حضرتك ايوة 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 التكسير ده فين تكسير حضرتك حضر لك التكسير ده فين ساتي جواب انت بناتكو ايه؟ يعني اللي افردت بصنة بناتكو ايوة اخا عبارة بصنة شوها في حكاية الاسبابت المكسر با طيب انا هرد عليك حاضر طيب حاضرك سات اللوة سيب زيكوك في كنترول و سات اللوة عيتواصل معاك ان شاء الله احنا عايزين نرد برضو عليهم انا مش معقول اه طبعا محافظة شرقية من المحافظات اللي اتأخر فيها ده بمناسبة الغاز اللي اتأخر فيها دخول الغاز الطبيعي لعدة مشاكل كانت موجودة والسيد المحافظة الحالي و السيد المحافظة السابق اللي قبل كده سواء سيد اللوة خالد سعيد او سيد اللوة ممضوح ورابي اللي موجود حالي حاليا بازلوا مجهود كبير جدا في ان الغاز يخش كل مدن وقرى الشرقية طبعا انا يعني انا مش معقول ان انا حبقى مدخل الغاز وحرصف وبعد يومين تلاتة حاجة كسر فهو متخص قراره قرار صح ان البلاد والمدن والقرى اللي حيدخل فيها الغاز بعد الغاز اما يخش هترجع تاني تترصف وترجع تاني الشيء الاصلي ان كان فيه تأخير فالتأخير ده بيكون من شركات الغاز وطبعا احنا هنوصل صوتك للمسؤولين بعد ما نتكلم معك ان شاء الله ان شاء الله آآ سيد اللوة هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف آآ فيديوهات لمحاربة الامن قومي تمام والاعلميين اللي هم عدو البلد معك تمام معك نطلع فاصل سيدات اللواء آآ بعد ما رجعنا من الفاصل آآ اسمح لي نتكلم عن موضوع الناس دول بدون آآ فيديوهات آآ حرصا على ان احنا مش عايزين حتى نشوف الناس دول بتتكلم عننا او عن مصر كلها او عن القيادة بتاعتنا ورئيسنا بالطريقة البولستو بدهم بس اسمح لي اقول لك كيف نواجه هذه الشائعات نتكلم الاول على الشائعات نواجه الشائعات ازاي تمام ونواجه اللي هي وبعد كده نتكلم على الكلام بتاعهم اللي هم الجهات بتاعهم بالضبط اولا انا مقترحي واللي تمالي بقوله في اي مكان ان ان انا علشان احارب شائع لازم ارد عليها في توقيتها مزبوط وعشان ارد عليها في توقيتها يبقى لازم كل كيان كبير كل وزارة وكل كيان لا يتبع وزارة يقول له متحدس يطلع يقول ان شاء الله اليوم بيومه ان شاء الله كل يومين يطلع يقول والله احنا الموضوع الفلاني ده طلعت منه اشاعة بتقول كذا كذا يبقى الصح بتاعها هو كذا هو دلوقتي حاليا فيه بيطلع في التلفزيون المصري الرد على الشائعات بيتولاها مجلس الوزراء فبيرد على مجمل الشائعات طب ايه اللي يمنع ان طالما الشائعات دي بتطلع على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المواقع ايه اللي يمنع ان يطلع واحد مسؤول باستمرار بصفة يومية كل ثلاثة ايام كل اسبوع ويرد على الشائعات الشائعات كل يوم يرد كل فترة كل يوم بشائعات عشان ما يبقاش حملة عليه بس هو يطلع يرد يعني لما يطلع يقولك مشروع تكافل وكرامة مش هيدوش اهردة يطلع مسؤول مسؤول من الشئول الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية يقول لأ الكلام ده ما نستناش لغاية اخر الاسبوع لأ يطلع المسؤول بتاع الجهة نفسها في نفسها برضو نفس الكلام كنا بنقوله على مجلس النواب لما منعوا الجلسات وكده فقلنا برضو يطلع يقول بيتناقش في مجلس النواب مش عايزين نعرف التفاصيل الشعب مش عايز يعرف تفاصيل دلوقتي تفاصيل هتطلع في وقتها لكن يطلع متحدث رسمي يقول والله هو بيناقش دلوقتي قانون المحليات لا قانون المحليات تم ارجاؤه دلوقتي لكن لما احنا الناس ديت بيستغلوا فرصة ان الغوغاء وانحنا ما بنردش وانحنا ما بنردش فبالتالي بيقوم ايه بيطلع الاشعاء ده الدور الاولاني اللي هو الناحية الاعلامية الدور التاني احنا عندنا شباب زي الفل وعندنا ناس زي الفل وعندنا ندوات وعندنا لقاءات وعندنا زي ما بنقعد على الاهوة بدلا ما نلعب طاولة ونلعب مش عارف ايه الشباب هم بعدين مع بعضين ونقول له لا الموضوع ده الموضوع ده مصح الموضوع ده الصح بتاعه كذا وكذا هو الاهوة دي او القافية ده علشان نتكلم في سيرة الناس ولا برضو يكون له غلط برضو احنا قاعدين ان احنا نقول الصح ايه والغلط ايه ما صعدتك صعدتك الاشعاعات ايه هدور في التأثير على ارادة المواطنين صح ايه ليه ما يكونش عندنا برنامج ممنحك لكل حاجة بتحصل الاعلامين تبقى على تلفزيون مش على فيس ولا على تواصل اجتماعي ليه ما يكونش يطلع على طول يوميا هو هو للأسف للأسف وانا بقى يعني انت رأيي انا الشخصي انا شايف معظم البرامج في معظم قناوات الفضائية انه هو بيركز على السلبيات كمين لكن هو لو ركز على الاجيبات زي ما انت بتتكلم بنتكلم على الانجازات ايه اللي تمت بزبط عايزين ما اطلع واقول الانجازات اللي تمت ايه والسلبيات ايه واحنا عايزين نعمل ايه برضو يوم بيوم لكن المشكلة انه كل واحد بيفكر في برنامج وهو بيفكر في البرنامج بيفكر في النقد الاول النقد بالزبط ايه اللي سلبي عشان اطلع اتكلم فيه اه بالزبط ما بيفكرش ايه الايجابي اللي مطلوب مننا عشان نطلع هدي حضرتك مثلا على سبيل المثال او الشائعات اللي طلعوا دلوقتي مثلا او الفترة اللي فاتت لا ده حتى مجلس النواب اللي جاي ده مش هيكون فيه مش هيعمله فيه المحليات طب ما انا اطلع في البرامج التعليمية لغاية ما يدرس بقى لغاية ما يدرسوا القانون ولا يقر القانون اطلع متخصصين يتكلموا عن المحليات ودور المجالس المحلية ايه بحيث ان المواطن نفسه يعرف والشخص اللي هيرشح نفسه يبقى عارف وملم ليه ما بنعملش كده تمام ليه ما بيطلعش يتكلم في حاجة زي كده والامثلة كتير نفس الكلام مثلا يطلع شائعة على اخواتنا زوء الاعاقة لا ده هما هيشغلوهم بالنسبة خمستاشر في المية شاعة طلعت يطلع مسئولي قولي الكلام ده صح الكلام ده غلط يهدي الرأي العالم يبقى فيما معناه ان احنا لازم كل حاجة نرد عليها وقت بوقت وقتها ساعة بساعة ما نستناس ساعة ما نسمع الاشاعة طلعت نقول لا والله ده حقيقة واحد اثنين ثلاث زي مثلا ما حصل في الفترة الاخيرة وقالك الانتخابات واتحكم في الانتخابات بإلغاء الانتخابات طلع رئيس الهيئة العامة للانتخابات وحسم الامور وقالك الانتخابات في مكانها وما فيش اي حكم صدر اتمنعي الكلام باول ما هو قال كده يعني طلع يوم التاني طلع طلع بيان اتمنعي الكلام تماما ساتلوا المبادرات والندوات المتعلقة بهذا الموضوع انهي موضوع الموضوع اللي عموما على الشعاعات واي عشيء بيصدره ده هل الندوات اللي بتتعامل من رجال العمل المدني والرجال الاحزاب والرجال هل يدور فعلا في تنمية المجتمع لو الندوات والمؤتمرات بعيدة عن المصلحة الشخصية للقائم بالندوة او للكيان اللي عامل الندوة او اللي عامل المبادرة او اللي عامل المؤتمر هيكون الفايدة بتاعتها مية في المية نقدر نحول المواطن من سلب لإيجابي يعني نقدر طبعا الهدوات دي نقدر فعلا طبعا طبعا بدليل ان فيه ناس كتيرة جدا ماهيش عارفة احنا عايزين عايزين نحول كل مواطن مصري المطلوب ان كل مواطن مصري يعرف ما له وما عليه المواطن المصري يعرف هي رايحة فين الدولة ده اللي المفروض هنعمل من خلال بقى الندوات من خلال البرامج من خلال المؤتمرات ورعدين فيه حاجة فيه حاجة برضو يعني حاجة سلبية للندوات دي تمام باللهي الندوات بتقتصر على شخصيات ثابتة سواء من القائمين على اعداد الندوة او المدعوين تمام يعني انا حضرت ندوة من حوالي شهرين ندوة للمعاقين ندوة للمعاقين تمام وبتكلم عن المعاقين واحنا هنعمل لهم ونعملهم يبقى المفروض اني 70-80% من الحاضرين دول يكونوا ايه المعاقين ما يبقاش المعاقين انا مختار نسبة واحد ولا اثنين ولا عشر ولا خمستاشر ولا عشرين واحد وقل بقى شخصيات عامة هو اللي منم بحالته هو اللي يقدر اتكلم عن الناس لكن انا مش عشان اعمل ندوة والكلام ده انا قلته جوا النادوة يعني انا لما احجر اتلاعت وقلته السادت الوقت انا معانا اتصال تليفوني ومداملة تليفونية من السادس محسن من منصورة انا السادس محسن ايوة باشا الفاضر وعليكم السلام رحمة الله السادس ان حضرتك بس انا 58 سنة تمام 58 سنة حضرتك طيب وبلاعي يعني مكسور يعني من يوم الجيش وانا من 63 مورد 63 تمام ماشي حضرتك ماشي يا فان يا مكسور فانا لا خدت تكافل وكرامة ولا خدت ايو حاجة غير التومون فقط لغير حضرتك ما خدتش ايو حاجة من حضرتك حضرتك قدمت وروحت المسؤولين وقدمت على مشروع تكافل وكرامة ايو حضرتك قدمت ايو حضرتك من منصورة طيب نعم سنجوه بحضرتك من منصورة نفسها طيب سيادت ليوه مع حضرتك ومعي ثلاثة اولاي سيادت ليوه مع حضرتك اتفاضل انت حضرتك نعم مثال خير ازايك يا سيد الفاضل حضرتك نعم رشاد حضرتك حضرتك طبعا قدمت بتقول على تكافل وكرامة صح؟ ما قدمتش ايو حاجة ولا بريتش ايو حاجة ما هو انت لازم بتروح وتقولهم انا عادي ولا العمالة اللي هي غير منتظمة ولا ايو حاجات مني ما قدمش انت ليك معاش ثابت بتاخده؟ ولا اي حاجة حضرتك هو مقدمش عبدالك لأ لأ يعني انت ليك دخل ثابت يعني ليك معاش ما فيك اي دخل حضرتك ما فيش خاضر بتشتغل ايه يعني؟ انا كنت لمعرفة كنت بمطعم بعمل كوشك كده الاول من 20 سنة او كوشك كده كنت عامله الكوشك ده لهو رخصة الكوشك ده لهو رخصة؟ كان الاول اللو رخصة كان بتاعت صحة شهدت صحة يعني اللو رخصة بعد كده كان عشواء يا حضر رسل طيب احنا هنتواصل معاك وهنشوف المسؤولين ونوصلهم مع صوتك ان شاء الله بس هو طبعا المفروض ان انت اللي بتقدم او العمدة بتاع البلد بتاعكو او شيخ البلد اللي عندكم يعني حد هو اللي بيقول احنا عندنا فلاني الفلاني ده محتاج تكافر وقرامة زي ما بيحصل باستمرار ان فلاني الفلاني ده يستحق تكافر وقرامة بيطلب منك شوية ورق واوراق بسيطة جدا ما هو مقدمش كان المفروض برضو شيخ البلد او المسؤولين عندهم هم اللي كانوا يقدمو له لكن احنا هناخد من الكنترول احنا هتواصل معك وانا هتواصل معك وانا هتواصل معك وهنشوف المسؤولين في المنصورة حاطر سات الوقت من خلال برنامج عايز حرك توصل رسالة لكل مواطن مصري يتعرض لمثل هذه الشائعات يعني الشائعات يعني الشائعات الشائعات يعني كل مواطن مصري ما تصدقش اي حاجة تتقال ما تصدقش الا اللي بيطلع من الجهات المسؤولة فقط حتى لو هي ضدنا يعني حتى لو البيان اللي هيطلع ده انا مش راضي عنه بس اسدقه طالما ان هو طالع من الجهة المسؤولة يعني يجي يقولك البنزين هيغلى بكرة الصبح ما تصدقش الا لما وزارة البترول تقول ان البنزين هيغلى بكرة الصبح تصريح رسمي وينزل على الشاشة في التلفزيون طالما نزل على الشاشة وعلى القنوات فكده القنوات المصرية مش قنوات مش قنوات اه بالزبط يعني يطلع تصريح رسمي بالكلام ده هو دي اهم حاجة ان انت تجب اي شائعات سادت اللواء هنطلع فاصل كده صوير وهنرجع تاني نتكول بقى عن موضوع اندخابات عشرين عشرين ما تكلمناش سادة اللواء عايزين حرارك تكلمنا المرحلة دي مرحلة اندخابية عشرين عشرين انت شايفة ازاي من وجهة نظرك والله انا بصراحة من وجهة نظر الشخصية وخصوصا ان انا كنت احد المشتركين في الصباق وما حصلش نصيبه والقايمة احنا انسحبنا وانا انسحبت من الانتخابات لكن انا شايفها مش حلوة مش حلوة من وجهة نظري انا يعني لقصور بعض اولا كل الناس المفروض ان مجلس النواب ده هو اللي حيمثل الشعب وهو اللي حيتكلم باسم الناس كلها دلوقتي بنشوف في الدايرة الواحدة ما يقرب من خمسين واحد مرشح صحيح الخمسين واحد عايزين يعملوا حاجة ودخلين بوطنية لكن الخمسين ده فيه منهم عشرين بيقولك اما خش اجره مش معنانا بزرطة وفيه داخل للشو وفي اللي داخل للشو هو ده المناخ اللي مش حلوة لما تبقى الدايرة مثلا عايزين منها اتنين ويبقى داخل فيها عشرة خمستاشر هنقول ها ماشي ماشي هتكلف كم هتكلف عشرة خمسين والف جنيه علشان ولعشرة تلاف جنيه هاخدهم تاني لو انا سقط في حسابي لكن المشكلة ان كل من ليس له في العملية السياسية برضو مقدم هو مش فاهم دوره مش فاهم دوره ايه حد اقول لو نجح مش فاهم دوره انا ما بقللش من دور اي حد مقدم في الانتخابات قصق تماما ان كل واحد حتى اللي بيعمل التشهير برضو حتى اللي بيعمل شهرة ليه برضو لازم هيكون من جواه جزئية انه هو بيحب بلده وعايز يخش حتى لو افترضنا كده انما لازم الناس تدي فرصة فعلا ان احنا تنطقي من المجموعة كل ما وسعت الدائرة دائرة الاختيار بقى صعبة على اللي بينتخب ان هو يختار صح وصعبت عليه حاجة تانية كمان ان هو حضرتك سعدت المستشار حبيبي وده حبيبي وانت بتخدم وده بيخدم وده بيعمل كذا عزبا حتلعب لها صعبة جدا بالنسباله بالنسبة لها مش عارف ينتخب مين من الزبط فادي لازم يكون لها قيود بقى من اللجنة العليا الانتخابات لازم يعني يكون لها اسلوب ما يشرع يتفقوا عليه ان الدايرة لازم تقلل للأسف الدستور هحق لأي حد ان هو انتخب لأي حد ان هو انتخب بالضبط للأسف مفيش معايير معينة مستوى ثقافي او علم معين مفيش اي حد هو اي حد دي ماذا لا يخش خلاص هيخش اي حد هدفع التأمين وقدمه خلاص هيخش على فكرة العملية صعبة على الناخبة المصري بالضبط على الناخبة المصري ان هو مش عارف وعلى فكرة في كل مصر في كل الدوائر في كل مصر العملية عدد المرشحين بقى كبير جدا بالاضافة ان كمية الاحزاب نفسها عدد الاحزاب كبير جدا في مصر فبالتالي كل حزب عايز يزبط وجوده بيدفع بمرشح او باتنين او بثلاتة فبالتالي بيزيد برضو عدد المرشحين تزد طب الاقبال 2020 في البرلمان عايبة فيه اقبال هو انا عايز اقول لحضرتك ان الاقبال الناس كلها كانت منتظرة ان عشرين عشرين دي تيجي علشان يتم انتخاب مجلس نواب جديد على هواهم لكن اللي تم طبعا لغاية حتى هذه اللحظة لكن اللي تم باتساع دائرة المرشحين مصعب الامور على الناخب المصري او محدش يقدر يتنبأ لا انا ولا حضرتك ولا اي مصري يقدر يتنبأ هل هيكون في اقبال او ما يكونش في اقبال دي مطروقة لوقتها للشعب المصري تماما حرك نسبة مشاركة المرأة في البرلمان زالت ال 15% هل فيه اهمية دور المرأة في البرلمان المصري هو هو دور المرأة يعني اللي ينطبق على الكلام اللي انا قلته من شوية ينطبق على المرأة الدولة ادت فرصة والدستور المصري الجديد ادى فرصة للمرأة ان هي تثبت وجودها لكن المشكلة في ايه بقى المشكلة ان فيه سيدات فعلا في مصر جديرة جديرة ان هي تخش البرلمان وجديرة ان هي يعني تتحدث عن المرأة المصرية وتتحدث عن المجتمع المصري وتقر وتشرع قوانين لصالح المجتمع المصري بدورها لكن تتير قوي منهم ما دخلوش ما دخلوش لاسبابهم بقى الشخصية مش عجبهم الوضع ما عندهمش الطموح لكن فيه كتير قوي نسبة كتيرة مشاركة برضو زي ما حردتك كنت بتقول من شوية مش عارفة لسه هتعرف عربان ما هتعرف وتبدأ تخش لا ما بنقللش منهم لكن عربان ما هتعرف هيكون الوقت فات منه كتير قوي لكن فرصة لن تعاود للمرأة المصرية المشاركة في البرلمان طب حضرتك يعني ندى نقول ان فيه اهمية فعلا لمشاركة المرأة في البرلمان لا فيه اهمية لمشاركة المرأة في البرلمان بس هما يعني اتحصلت مشاركة المرأة يعني انا كان ممكن يتقال مثلا ان دايرة دايرة فيها 3 لازم تختاروا منها 1 ما يسابهاش مفتوحة يعني مثلا الدايرة فيها 3 يبقى 2 رجالة 1 6 يبقى فيه الزام على البلد على البلد في الانتخبات الفردية انه هو يختار 1 6 من 3 دايرة فيها 2 يبقى 1 راجل وامرأة اصبح فيه الزام على الدايرة فبالتالي لكن هو حصر حصارها داخل القوائم بان القوائم دلوقتي بقت خمسين في المية منها مرأة فبالتالي دينيها بقى مشاكلها ان القايمة علشان تكمل بيضطر يجيب سيدات من هنا ومن هنا ومن هنا علشان يكمل نسبة الخمسين في المية يكمل القايمة بتاعته انما دي كان ممكن علاجها طبعا احنا ما بدخلش في زياسات ده مجرد اختراحات احنا بنقولها كمواطنيين مصريين طيب في انتخابات الشورى في ناس كتير كانت خايفة من موضوع كورونا والعدوى بتاع الكورونا ان هي تنزل ودي تتعال فعلا ان في ناس كتير عوي كانت خايفة تنزل عشان العدوى بتاع الكورونا حال كورونا هتؤثر في البرلمان اه هتؤثر ليه بقى لان حضرتك احنا بقالنا دلوقتي تلات اربع تيام التوجهات كلها ان احنا نتبع الاجراءات الاحترازية في المرحلة القادمة طب نربطها مع الانتخابات بقى اه الناس هتبدأ تخاف بالزبط يعني نربط التصريحات هتجمعات واللي مطلوب التجمعات الناس هتبدأ وبعدين احنا احنا شعب طيب هنقول شعب طيب ما صدقنا فرحنا ان الكورونا قلت والعملية قلت كله قلع الكمامة وكله حطتها في جيبه وخلص وكلنا حطنا ما يبقى فيه حاجة نبقى نعملها فديه طبعا يعني صعب طبعا علينا كمجتمع مصري ان احنا هنبقى وقفين مثلا 200-300 واحد قدام اللجنة ما بين كل واحد والتاني مترين تلاتة فديه مطلوبة الوقتها تمام دور نائب داخل البرلمان كيف يرضي المواطن النائب ان ما نزلش للشارع ولف في وسط ناسه وفي وسط دايرته وفي كل شارع وفي كل بيت وفي كل حارة وفي كل نجع لو ما وصلش مش هيعرف ايه اللي مطلوب عشان يناقشه في المجلس ما يعتمدش على انه قاعد له مقر والناس هتجيني وتقدم الطلبات المقر دا يوم او يومين لكن لازم تكون انا اؤمن تماما بان العمل الميداني هو اللي بينجح كل حاجة يا سادة اللي هو احنا هتشرفنا بك انا اللي اتشرفت بحضرتك وان شاء الله دايما يكون لنا لقاءاتك مع بعض ان شاء الله باذن الله تحمل تشرفت بك وانشوف مشاكل الشارع وانشوف الناس وانشوف ايه اللي عليهم شرفت بحضرتك ومشكل่ا جدا وانسحاول ان يحنا ان هحنا ان نغير ولا بغزء بسيط من السلبيات اللي موجودة في الشارع سعيدنا بحضرتك وانا سعيد ان احنا ان البرنامج كان بيتكلم على ايجابيات اكتر ما بيتكلم على سلبيات ان شاء الله هو ده حق الدولة علينا ان نحنا دايما زي ما في سلبيات موجودة نتكلم عن ايجابيات يعني ده لازم برضو نوضح ان فيه جبيت عزائي المشاهدين كنا مع سادة اللوى مصطفى عباية وان شاء الله بوعدكم بلقاءات كتير مع سادة اللوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته